السلام عليكم. آآ ان شاء الله هنحل كده شوية اسئلة خاصة بيجزء التسمية بتاع الهيتيروسايكريك كومباون. آآ بس قبل ما نبدأ في التسمية نرجع كده مع بعض على بعض القواعد. آآ اول حاجة طبعا احنا عارفين ان المركبات الهيتيروسايكريك كومباون بيبقى عندي ثلاثة هيتيرو اكسوجين وسالفر ونيتروجين. لما بيجي لما بنيجي نرتبهم على حسب البروريتي اسل الاكسوجين اعلى من السالفر اعلى من النيتروجين. وعارفين برضو لما بنيجي نسمي الهيتيرو ااتومز ديات الاكسوجين بتاخد المقطع اكسا والسالفر بتاخد المقطع صايا والنيتروجين بتاخد المقطع ازا. آآ طبعا احنا عارفين ان التسمية بتاعتنا اما يكون عندي رنج الوحدها او اما يكون عندي اتنين رنج مسكين مع بعض او ممكن يكون اكتر من رنج. لو انا عندي اللي هو مثلا ا اتنين رنج كانوا مسكين مع بعض لو عندي توورينج كانوا مسكين مع بعض ممكن توورينج دول تكون واحدة فيهم عبارة عن حلقة بنزين والتانية عبارة عن الهيتيرو ايه سايكليك رينج في الحالة دي تقولنا ان انا عندي فيه فورميلة بتتكتب بكتب كلمة بنزو ليه تقع حلقة البنزين افتح قوز بيبقى موجود جوه القوز ده حرف بيدل على مكان الفيوجن وعندي هنا بعد اللي هو القوز بنكتب البيرونت بتاعنا الهيتيرو اروماتيك رينج او ممكن يكون عندي توورينج اللي مسكين مع بعض عبارة عن ايه التورينج اللي مسكين مع بعض عبارة عن اللي هو اتنين هيتيرو سايكليك رينج اتنين هيتيرو سايكليك ايه رينج قلنا عندنا فيه قواعد بنمشي عليها عشان نقدر لازم الفورميلة بتاعتنا الاول كانت عبارة عن بريفكس ونفتح قوز كان بيتكتب فيه تلات حاجات رقمين وحرف وبعد كده بنكتب البيرونت فاحنا عايزين نحدد مين البيرونت ومين البريفكس قلنا اول حاجة ببص على الاتنين هيتيرو سايكليك رينج لو لقيت فيه نايتروجين موجودة في رينج ومش موجودة في التانية بختار الرينج اللي فيها نايتروجين دي هي البيرونت بتاعي يبقى اول حاجة ببص عليها في الرنج النايتروجين لو الاتنين فيهم نايتروجين يبقى اختار اللي فيها لو لو واحدة بس فيها نايتروجين يبقى اختار الايه الرنج اللي فيها نايتروجين دي كبيرونت والتانية هتبقى كبريفيكس طب لو لقيت عندي اللي اللي اتنين فيهم نايتروجين هنا نايتروجين وهنا نايتروجين والله هبدأ اقارم ما بينهم هل هم لهم نفس الحجم لو ما لو ما لهمش نفس الحجم يبقى ايه يبقى نختار اللي حجمها كبير. طب لو هما نفس الحجم هبصت. هل في واحدة فيها عدد نيتروجين اكبر من التانية? يبقى نختار اللي فيها عدد اكبر من عدد نيتروجين اكبر. طب لو هنا في واحدة نيتروجين وهنا واحدة نيتروجين بس في هنا هتيرو اتم تانية وهنا هتيرو اتم تانية. يبقى والله اختار على حسب البريوريتي. اكسوجين اعلى من السلفر اعلى من النايتروجين. طب لو لقيت عندي مثلا ان الهتيرو اتم اللي هنا زي او زي الهتيرو اطوم اللي هنا بس في عندي هنا ان الهتيرو اطوم هنا عند البوزيشن واحد وثلاثة وهنا عند واحد واثنين يبقى نختار اللي ليه مسافة قليلة اللي هو ايه حسب المسافة القليلة هي ده اللي بيبقى البيرانت نبدأ كده نحل مع بعض اول سؤال بيقول زي كوريكت بيرانت كومبونانت اسجيب لي مجموعة من المركبات وكاتب لي تحتهم اسماء البيرانت عايزين نشوف مين من دول بيعتبر التسمية بتاعته صحيحة او هو كاتب لي بيرانت بصح اول مركب هنا اول حاجة قلنا ان انا عندي الرنج دهي فيها نايتروجين والرنج دهي فيها نايتروجين يبقى نبصة على اختلاف تاني الرنج دي فيها كام بقولنا هنبصة على الصايز بعدها الرنج دي fir عبارة عن رنج خماسية ودي سداسي يبقى هبص نبقى هناخد الرنج الايه اللي حجمها اكبر دي البييرانت واحنا عارفين ان الحلقة السداسية ده اللي فيها نايتروجين بقول عليها بايوريدين يبقى دي البيرنت بتاعي بايوريدين. هو بيقول لي ده سيزول البيرنت هنا عباره عن سيزول طبعا غلط. السيزول اللي هي الرنج التانية ده هيدي بريفكس. الانما البيرنت بتاعي هو الرنج ده ده البيوريدين عشان كده الاجابة ده غلط. بعد كده جيب لي حلقة اللي هي هنا في نايتروجين وهنا طبعا فيه ما فيش نايتروجين. يبقى على طول هختار الرنج ده هيت كايه? كبيرون. لما نيجي نسميها انا عندي هنا طبعا حلقة خماسية فيها اكسوجين ونايتروجين وبتكون den saturity يبقى عندي هنا الاكسوجين ده عبارة عن اكسا والنيتروجين عبارة عن صايا فالمفروض هنا اللي هو الايه? بنكتب المفروض نايتروجين ده عبارة عن in atase. يبقى الاكسا asa اللي يقول مفروض المقطع بتاعي قول على حسب بقى اللي هي الجدول اللي احنا كلنا قلنا حفظ بقى ان هي حلقة خماسية فيها نايتروجين وبتبقى انساتوريتد يبقى المقطع بتاعي اول وقلنا في هنا حروف متحركة يبقى نلغى الحرف المتحرك وهنا حرفين متحركين يبقى نلغى الحرف ده هتبقى اللي هو الاكسازول يبقى المقطع البيرونت بتاعي هو الاكسازول بيقول لي هنا ان البيرونت عباره عن البايران اللي هي الحلقة التانية ده هي الحلقة السوداسية اللي فيها اكسوجين دي بسميها بايران فده طبعا ايه طبعا غلط لان اللي هي البيرونت بتاعي هو الاكسازول الرنج ده هي. طب بالنسبة عندي للمركب ده هو هلاقي فيه ان عندي هنا في نايتروجين وهنا نايتروجين. طب دي ندص على الصيز هنا في حلقة خماسية وهنا حلقة خماسية. بس فيه هنا هتير وقتم اكسوجين وهنا سالفر. يبقى نبص على هنا. الاكسوجين تكسب عن السالفر. يبقى الرنج ده هي عبارة عن ايه? لما نيجي نسميها. طبعا لما نيجي نسمي الرنج دي. احنا قلنا نهي البيراند. يبقى الرنج ده هي البيراند. نيجي نسميها عند الاكسوجين نفس اللي احنا لسا قيلنها هنا. ليه عبارة عن ايه? اللي هي الاكسا. ليه الاكسازول. الاكسازول خلاص احنا قلنا ليه الاكسا. آآ والازا. وعندي اللي هو طبعا المقطع بتاعي قول لانه حلقة خماسية. فيها نايتروجين. وبتبقى انصة ريتن. فبالتالي هنا بيقول الواحد واتنين صيزول. هو بيقول النيدية هي دي البيراند. لا طبعا احنا قلنا الاكسازول رنج اللي هي ده هي. فعشان كده الاجابة دي غلط برضو. طب هنا عندي البيوريدي. هنا بقى حلقة هنا في نايتروجين وهنا ما فيش خالص يبقى دي على طول البيراند بتاع البيوريدين. فدي الاجابة دي الايه الصحيح. بعد كده جايب لي مركبات برضو بيقول للكوريكتينين من المركبات ديت التسمية بتاعته بتعتبر صحيحة. اول حاجة هنا لو بصينا احنا قلنا التسمية بتاعت الرنج لو رنج واحدة بس بابدأ من الهتير وقتهم اللي لها علي. بعد كده بنمشي في الاتجاه اللي بيعطيني اقل طرقيم. عندي هنا اكسوجين ونايتروجين وسالفور. يبقى هنبدأ منين? الاكسوجين اعلى واحدة. بعدها هنا هشوف بقى هابدأ ارقم من الناحيتين. واشوف الاقل طرقيم نمشي في اتجاهه. لو تساوى الطرقيم يبقى نختار على حسب البيوريد. احنا خلاص قلنا الاكسوجين اعلى واحدة في البيوريتي خدت رقم واحد. هنا لو مشينا هنا دي اتنين ودي هتبقى تلاتة. طيب لو مشينا الناحية التانية دي هتبقى اتنين وده هتبقى تلاتة. اللي اتنين تساوم يبقى ناخد على حسب البيوريتي. انا عند البيوريتي اكسوجين بعدين سالفور بعدين نايتروجين. يبقى انا هكتب هنا اتنين ودي تلاتة ودي اربعة ودي خمسة ودي ستة. يبقى التسمية بتاعتي عبارة عن ايه? عبارة عن اللي هو ايه? دي المفروض الو معناها اللي هي اكسا واحنا بنكتب بالترتيب والسالفر معناها الصيا والن يعني الازا يبقى عندنا الاكسا صيا زا لسه عندنا دي عبارة عن حلقة سوداسية حلقة سوداسية فيها نايتروجين بتبقى المقطع بتاع بيبقين حلقة سوداسية الحلقة السوداسية المقطع بتاعها بيبقين يبقى مهم جدا ناخد بالنا من ايه عشان هنلاقي الحكاية دي منتشر عشان تسهل علينا الحفظ شوي ان انا عندي الحلقة الخماسية والانساتوريتد وفيها نايتروجين يبقى عندي اول المقطع بتاعها اول زي الاكسا زول اللي احنا لسه قيلين حلقة سوداسية فيها نايتروجين يبقى على طول المقطع بتاع اين عشان كده هنلاقي ان هي اكسا صيا زين بعد كده طب الهتير وقتهم موجودة فين انا عندي الاكسوجين عند واحد والسلفر عند ثلاثة والنيتروجين عند كام خمسة يبقى واحد والثلاثة وخمسة اكسا زين لحد هنا التسمية صحيح وعندي فيه تفرع ميسايل جروب ان المكان ده عباره عند ستة يبقى عندي فيه ميسايل عند ستة يبقى ستة ميساين فالتسمية بتاعتنا كده نقصة ليه نقصة؟ لاننا عندي هنا فيه هيدروجين وفيه هنا هيدروجين هنا فيه ساتوريشن فيه هيدروجين هنا وهيدروجين فهو ما كتبش الهايدروجينات دي المفروض عندي فيه اتنين واربعة داي هيدرو عشان كده هنقول ان التسمية دي خطأ بالمركب اللي بعد كده عندي اكسجين وسالفر نيتروجي نفس الكلام نبدأ من الاكسجين بعدها لو مشيت من هنا السالفر هتاخد تلاتة لو مشينا من هنا النيتروجين تاخد اتنين طبعا الترقيم الاقل افضل يبقى دي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة ودي خمس لما نيجي نسمي المركب بتاعنا عندي حلقة خماسية فيها اكسجين وسالفر ونيتروجين حلقة خماسية فيها نيتروجين قلنا المقطع بتاعنا عبارة عن ايه؟ برعا اول. هنا الاكسا سيا زول. طبعا دي هنا اللي هو المفروض في بروم عند البوزيشن رقم كام عند البوزيشن خمسة عشان كده قلت خمسة برومو. ولو لاحظنا المفروض هنا هو فيه هايدروجين كمان. المفروض ان الكربونا ده هي عن دا ساتوريشن لانها ايه? ما عندهاش دابل بون. آآ فيه متصلة بتلت روابط نصة ربطة بتعملها مع الهايدروجيني. نخلي بالنا بنقضي ان فيه هايدروجين هنا. فعشان كده بنكتب ايه? اللي كتبنا خمسة هايدرو. خمسة هايدروجين لان فيه هايدروجينة موجودة هنا. ونكتب برضو الارقام بتاع الهتيرو اطم. انا عندي هنا واحد. بالترتيب بقى على حسب البريتة على حسب الحروف اللي او المقاطع اللي انا كتبها. الاكسا الاول عندي واحد. بعدها الصية عند اربعة. بعدها النايتروجين عندي كام? الازة عند الواتنين. يبقى الاسم ده صحيح. يبقى دي الاجابة الصحيحة بتاعتنا. طب لو جينا هنا انا عندي دي رقم واحد. وده رقم اتنين. طب ليه ما بدأتش من هنا قلت ان دي واحد وده اتنين? ما ده عندها تفرع? لها اولوية عندي لان اللي اتنين زي بعض ايه متسوين. فنبدأ من عندها تفرع احسن. يبقى هنا واحد وهنا اتنين وهنا تلاتة وهنا اربعة وهنا خمس. نجي نسمي. انا عارفة ان الرنج ده هي حفظة ان اسمها بيرازول رنج. مع بيرازول. عندي هنا الميسايل موجودة عند البوزيشن واحد والبوزيشن خمسة. فبقول واحد وخمسة داي ميسايل. هو كاتب لي واحد واثنين فالاجابة دي غلط. طب هنا لو بصينا برضو هلاقي ان هنا ايه في عندي اتنين نايتروجن وفيه سالفر. من الاعلى في البريوريتي السالفر. طب هنمشي كده ولا كده هنجرب الناحيتين والاقل ترقيم يبقى ده احسن حاجة. لو مشينا من هنا دي هتبقى اتنين ودي تلاتة ودي اربعة ودي خمسة ودي ست. طب لو مشينا الناحية دي واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة. هيبقى واحد واربعة. لايه الواحد وتلاتة افضل بكتير. بعد كده عندنا طبعا هنا السالفر والنايتروجن. آآ حلقة سداسية فيها نايتروجن يبقى المقطع بتاع اين? يبقى عندنا الصيا وعندي هنا اتنين نايتروجن يبقى الضايا زين. ضايا لان فيه اتنين نايتروجن موجودين في المركب بتاعي. بعد كده قلنا الهتيرو اتم موجودة فين? عند البوزيشن واحد والبوزيشن اربعة آآ لموزيشن تلاتة والبوزيشن اربعة. طب هنا بيقول لي فيه كلور طبعا عند البوزيشن خمسة فكتبت اللي هو خمسة كلورو. المفروض خمسة كلورو. وفيه عند البوزيشن رقم اربعة. هنا الاجابة الخطأ عشان كتب لي تلاتة كلورو. كان بدأ التركيم من الناحية ده. وده طبعا ايه? خطأ. بعد كده بيقول لي المركبات ديات اللي بيبقى لها اسم صحيح. آآ اول حاجة طبعا قلنا بنبدأ بالهتيرو اتم ذات البروريت الاعلى الاكسوجن. فعادها طبعا اللي هو الزر اللي بتعطي اقل تركيم. هنا لو مشينا من هنا كانت الصلفر هتاخد رقم اربعة. لو مشينا من هنا النيتروجن هتاخد اتنين. يبقى هنا اتنين افضل وهنا تلاتة وهنا اربعة وهنا خمسة وهنا ست. اول حاجة عندي حلقة سداسية المقطع بتاعي في الاخر بيبقى اين. عندي هنا كمان اللي هو صلفر ونيتروجن واكسوجن التلاتة يبقى على طول اكسا صايا زين. اكسا صايا زين. طب هنا عندي في اللي هو فيه ساتيوريشن ولا ما فيه هيدروجينات. لأ ما فيش هيدروجينات في المركب بتاعي. بس في يود عند البيتروجينات خمسة عشان كده بقول خمسة يود وهو كاتب لي هنا تلاتة فالاجابة دي غلط. تسمية دي غلط. طب المركب التاني. المركب التاني اللي هو المفروض هنا اللي هو طبعا عندي حلقة سباعية. انا عندي هنا او هنا اكسوجن ونيتروجن طبعا الاكسوجن اللي هي بريوريتي عالية. دي واحد. طب نمشي في الاتجاه مين? هنمشي في الاتجاه اللي يعطي اقل تركيم. هنا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. لو بصينا هنا هلقي النوع كاتب لي تلاتة ميسايل. الميسايل موجودة فين موجودة عند البيتروجن رقم ستة. فمن غير ما كمل الاجابة دي غلط. لان هو هيكون ميشي في الاتجاه اللي عطي اقبأ تركيم اكبر للهتيرو اتوم. طب المركب ده هو عندي اكسوجن ونيتروجن وحلقة رباعية. عندي هنا طبعا ايه? اللي هو احنا عارفين ان هي المفروض ان المركب بتاعي ده اه في نايتروجن حلقة رباعية. وفيها نايتروجن. اه اللي هو المقطع بتاعها اللي هو بيبقى عندي اللي هو اللي هو ازيت. اللي هي فداع اللي هو اه اللي هو الايت. اللي هو طبعا ده المقطع بتاعها. اه كمان عندي اللي هو المفروض الاكسوجن ده اكسا والازا ايت. يبقى عندنا اللي هو الاكسا زيت. ده اللي هو الاسم بتاعي. طب احنا بنبدأ منين من الاكسوجين بعد كده النايتروجين بعد كده دهат ده اوربع الهايدروجين موجودة فين موجودة عند البيضيشن رقم اربعة دي اللي ما عندهاش هي اللي عندها هايدروجين هو كاتب ليهين اثنين فالاجابة دي هو غلط بعد كده عندي المركب دهوت فعلا انا احفظة ان الرنج السلاسية اللي فيها اكسوجين دي اسمه الاوكزيران او ممكن اجيبها من الجدول برضو نجس vemجي السلاسية فيها اكسوجين مفيهاش نايتروجين يعني في بي بيبقى يبقى على طول المقطع بتاحها اللي هو الايران فعندنا وده اجزة ايران يبقى اللي اسمها الاكزيران. بعد كده بيقول لي زي جايب لي اللي هو المركب ده هو بيقول لي عباره عن ايه? اول حاجة هنا طبعا جايب لي تو هتير وسايكل كرينج مسكين مع بعض في فيوجن. يتيروا قطهم في نصف ما بينهم. هنعمل ايه? هنحسب النيترجن دي مرة مع الرينج ده, ومرة مع الرينج ده. هنفصل مثلا ما بينهم كده. انا عند الرينج دهيه? النيترجن موجودة عند الرينجا واحد واثنين. تب الرينج التانية دهيه. عند واحد وثلاثة. قلنا بنختار اللو كانت الاقالي. يبقى عندي هنا واحد واثنين افضل يبقى اكتب제 عليه ان هو البيروت كده. تبدي ايه jerk. بريفكس. بريفكس. بقى انا كده خلاص عرفت مين البيرونت ومين البريفين انا عارفة ان فيه فورميلا كده بنكتبها الفورميلا اللي بنكتبها انا عندي هنا المفروض اكتب القسين ما بينهم حق 3 حاجات رقمين وحارف وعندي هنا البيرونت البيرونت هنا اسمه ايه انا عارفة ان الرينج ده هي اسمها بيرازول رينج الحلقة الخماسية اللي فيها 2 نايتروجين عند الوزيشن رقم 1 و 2 بقول عليها بيرازول انما الحلقة دهية بقول عليها ايمي دازول يبقى عندنا لما اكتبها في صورة مقطع يبقى ايمي دازول ايمي دازول نيجي بقى نرقم احنا عارفين ان البيرونت بنرقم بياخد حروف A و B والكلام ده كله يبقى عندي هنا ال A وهنا ال B يبقى الحرف بتاع عباره عن B بمسك الهتير وقتهم في اتجاه الفيوجن بحيث ان انا مر بكل الهتير وقتهم اللي موجودين في الرينج بتاعتي بتاع البيرونت فهم عندي اتنين هتير وقتهم هو اتمرون بيهم ايه راح على الفيوجن B السهم بتاعي طالع لفوق وانا ماشي ماشي لفوق تب الرينج التانية عايزين نحدد الفيوجن بتاخد ارقام واحد اتنين تلاتة قلنا لو فيه زرة بتبقى مشتركة الهتير وقتهم اللي في النص المشتركة ده ببدأ من عندها يبقى عندي هنا واحد وانا ماشي في اتجاه الهتير وقتهم التانية يبقى هنا واحد وهنا اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى عندي في الاتجاه واحد وخمسة يبقى المفروض عندي هنا الايه اللي هو اللي هي اللي هنرأى التركيم بتاعه عند البوزيشن واحد وخمسة يبقى هكتب هنا واحد وخمسة بعد كده اللي هو ايه كده خلصنا تعالى نشوف بس كده الاختيارات عندي هنا جايب لأيه هنا طبعا هنستبعد ايجابتين لانه هنا حاطتلي الاميدازول كأنها بيرانت واحنا قايلين ان الاميرانت بتاعبارة عن بيرازول وهنحذف الاجابة ده برضه يبقى هيتبقى عندي ايجابتين رقم بي ورقم دي اللي اتنين متسوين لحد كده في التسمية نشوف في حاجة زيادة في التسمية عندنا ولا لأ هنلاقي ان فيه هنا ساتيوريشن فيه دبل بوند المفروض تكون هنا فيه اللوه هيدروجين المفروض تكون هنا يبقى لازم نرقم الايه المركب بتاعنا اللوه تركيم كامل يبقى عندنا هنا لو جينا هنرقم المركب ازاي بابدأ من المكان اللي هو ايه اللي هو بيعطيني اقل تركيم مثلا لو انا بدأت من هنا المفروض لما امسك رنج امسكها كلها كاملة ومش بنرقم لما باجي ارقم المركب ككل مش برقم الهتير وقتم الايه اللي هي اللي موجودة هنا يبقى انا عندي هنا لو بصيت هقول ان دي مثلا لو بدأنا من لو هبدأ من هنا لازم هنبدأ من الكربونة دي فديها تاخد واحد والهتير وقتم رقم اثنين تبنيجي نجرب من الرنج التانية كده لو بدأت من ديها سيبقى دي رقم واحد يبقى لو هنبدأ من هنا يبقى هتير وقته ما تاخد رقم واحد لو بدأت من هنا الهتير وقته ما تاخد رقم اثنين وقلنا ما ينفعش اجي هنا في النيتروجين ده ابدأ من عندها وادخل على الرنج التانية مباشرة لازم لما امسك رنج اخلصها كاملة يبقى التركيم الصحي بتاع ان انا ابدأ من النيتروجين هنا واحد وهنا اثنين وهنا تلاتة وهنا اربعة الهايدروجين هنا خدت الوزيشن كام رقم اربعة فاحنا كنا استبعدنا الاجابة رقم ايه والاجابة رقم سي يتبقى عندي الاجابة رقم سي والاجابة رقم دي انا قلت الاثنين زي بعض بالزبط بس الاختلاف هنا واحد هيدروجين وهنا اربعة هيدروجين واحنا قلنا الهايدروجين موجودة عند كام رقم اربعة المركب اللي بعد كده ده سهل بقى جدا عندي هنا طبعا حرق البنزين وهتيروسايكلي كرينج الفرمولة بتاعتنا عبارة عن ايه البنزو نفتح القوس بعد كده حلقة سداسية فيها نايتروجين يبقى المقطع بتاع الاخير عبارة عن اين وعندي هنا في نايتروجين وسالفر يبقى السالفر ده عبارة عن سايا وي نايتروجين ده عبارة عن ايه زي بقى السايا ايه زي بقى السايا وحرفين متحركين يبقى نحزف واحد يبقى عندنا السايا زين السايا زين وعندي هنا البنزو مكان الفيوجن انا عندي هنا ده بنمشي من الاتير واطم ناحية الفيوجن ده حرف الايه وده البي وده السي وده الدي طب لو جينا مشينا من النيتروجين وإحنا راحين كده دي هتاخد ايه ودي بي ودي سي ودي دي نفس التركيم بالزبط بس ناخد بالنا يعني أنا أجرب كل الاحتمالات لإن أنا عايز أقل تركيم فإحنا جربنا الاحتمالين سواء بدأت من النيتروجين وأنا ماشي على الصالفر أو من الصالفر وأنا نزل للنيتروجين اللي اتنين زي بعض بالزبط يعطوني حرف الدي وقلنا هو حرف واحد بس طالما فيه بنزين يبقى الفروميلا بتاعتي الكوسين بيبقى فيهم حرف واحد بس يبقى بنزو دي صايا زين لسه عايزين نسمي المركب بتاعنا على إننا عندي فيه نرقم بقى المركب ككل بسبب إيه إن أنا عندي فيه تفرع والمفروض فيه هايدروجين هنا وقلنا لما بنيجي نبدأ لازم نبدأ من إيه من لما نمسك رنج نمسكها كلها كم لما نبدأ من الرنج اللي فيها الهتير وقتهم لو بدأت من هنا مثلا دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة لو بدأت من هنا النيتروجين هتاخد رقم اتنين والصالفر هتاخد رقم ايه اللي هو تلاتة طب لو بدأت من فوق من هنا دي هتاخد رقم واحد ودي اتنين ودي تلاتة يبقى لو بدأت من تحت انت بقى واضحة لو بدأنا من هنا وانا مشى كده النيترو جن هتاخد رقم اثنين طب لو بدأت من فوق الصالفر هتاخد رقم اثنين اللي اتنين تساوهم يبقى ناخد على حسب البريوري gusto البريوريت الاعلى الصالفر يبقى نبدأ من هنا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى الهايدروجين موجودة عند البوزيشن كام واحد يبقى واحد هيدروجين الكلور موجودة عند كام عند البوزيشن سبعة يبقى سبعة كلورو بالإضافة للتسمية اللي احنا قلناها اللي هي البنزو كانت دي اللي هو ايه صايزين يبقى عندنا انا بدور على 1H و 7 كلور يبقى نستبعد الستة خالص بقى عندي رقم ايه ورقم C هنا 7 كلور 1H بنزو C ولا 7 كلور 1H 2 و 3 بنزو صايزين طبعا الاولانية دي غلط لانه كاتب لي هنا الفيوجن C واحنا قلنا ان الفيوجن عبارة عن ايه عبارة عن حرف D طب هنا نشوف رقم C بقى خالص نشوف رقم C 7 كلورو ماشي 1H خلاص انا قلت 1H 2 و 3 ما فعلا ما احنا قلنا هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 الصالفة الرقم 2 ودي رقم 3 وبنزو صايزين ومش مشكلة هو مش كاتب للحرف عادي المهم عندي ما عنديش غل القيار ده انه هو صحيح والاول ما اخترناهش لانه في يوجن المفروض يكون حرف D اشتركوا في القناة